السلام عليكم معكم دكتورة هنج معي خليل من مختبر تحليل كذا اغانيس اليوم سننجوه على فقر الدم ما هو فقر الدم ما هي العلاقة بينه بالحديد ما هو ما الأسباب دياله ما هو ما الأعراض دياله واش غسنا نخافه من فقر الدم ان شاء الله هاد الأجوبة كاملين سنشوفوهم طليل في هاد الفيديو تبعوا مع ناحية الخار باش نفهمو كامل فقر الدم هو شائر نقدرون نخصوه باش ندسته في جوجة المؤشيرات العدد الكوريات الحومة والأيماسي كنقدرون نرقهم نازل و العدد الكونسنترات لاليموغروبين يكون نازل هذا اليموغروبين هو مكوين أساسي بالكوريين الحمراء وهو اللي يتحكم لنا في لقل الوكسيجن الذي يمشي الخلايا هذا جوجة المؤشيرات كافية باش نقدرون كيف سنعرفوه هذا الشيء؟ قد نشوفو فوح التحليل اللي اسمي تالا انفسي اللي كتاتينا عاق ديكال وبيسجر كل مختبار يعطينا الانتغبال العلامات العادية على حسب لانا كيف سنعرفوه صغر و كبار او لمسيلي و حتى راجل او لمعا لكيف سنعرفوه كيف سنعرفوه كيف سنعرفوه كيف سنعرفوه كيف سنعرفوه كيف سنعرفوه كيف سنعرفوه جديد قليل و كيف سنعرفوه بالنسبة للمجمال الخلايا لذلك كيف سنعرفوه نقدر نعطوه فكرة على هذا الفائد عند النساء نرقو بانا لموغروبيل تكون قل من 12 غرام بغدية سيليف و الماتوكريت تكون قل من 30% عند الرجال نرقو بانا لموغروبيل تكون قل من 14 ومس غرام بغدية سيليف و الماتوكريت تكون قل من 40 فلما هد شي نقدرون نكتفلي بهاد مؤشرات لأننا لدينا فقر الدم يجب أن يكون مؤشرات أخرى لدينا علاقة بقلوب البوش هذه الأهمية لدينا لكي ترى فقر الدم لكي ترى التهاب أو فقر في الحديد أو لدينا علاقة بأسباب أخرى هذه التحليلات لدينا أهمية كبيرة لأن ترى قيمة لكريات البويد التي يحنونها من العدوى بكتريان والبارازيتاء والفيران لدينا فكرة على النسبة للصفائح الدموية لدينا مهمة تختلف هذه الأنواع الخلايا كريات الحومة كريات البويد والصفائح تسمع في نخاع العدم لموان أسل لذلك الأهمية لها سوف نشرحها ما هي الأعراض للفقر الدم لا يوجد الكثير من الأعراض سوف نذكرهم ولكن الأهمية لهم كل ما كانت هذه الأنواع ولا فقط دم كثير وكل ما كانت هذه الأنواع كانت مفاجئة ولا كانت بسرعة لذلك الناس الذين لديهم هذه الأنواع تأتي بشوية بشوية كرونيك الأعراض سوف يكونوا سوف يكونوا أولا نحسون بأعياء والتعب والإرهاق والتركيز لذلك لأن دور هذه الأنواع نقلنا الأكسجين من أن يكون الأكسجين لا يدوش في الخلايا ونستعمل نحسون بأعياء ونحسون بأعياء مفاجئة ونقلنا كبيرة وأن تقدر القلب لا يستطيع تكون القلب لأن القلب يحاول لفق كبير لإقبال الأكسجين ونقلنا ونقلنا وأن القلب لم تكن يتوقف ونقلنا 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 وذلك ونقلنا جميع وضع صوحت ونقلنا لقد أتطلقنا ورغبا أطلقنا منذ من الناس عاديين ومعنهم مش فاقديين مثل نشوفوا بأن يديهم غوزوا هذا الشيء كامل مختلف حاجة أخرى كنا نلقى بأن الناس يكونوا يسوفلوا سبادي هياني يسوفي كو يديروا حركات بسيطة باش كيحسوا براسهم عيانيين وصخفاني من بين أسباب اللي يخليوا بزر جليفة خاصة أنهم يمشيوا على الطباب ديالهم تساقط ديالشاء وتكسير في الأدافر هذا من أسباب ديالي وهذا من الأعراض المهمة والكبيرة فقر ديالك ما هي الأنواع ديالفقر الدم؟ أول نوع هو فقر الدم من نقص الحديد وهو اللي يقس العيالات بزر لماذا يقس العيالات بزر ولماذا الحديد؟ الحديد هو مكون أساسي في تكوين ديالي مقلوبة لكن ما قلنا هو القلب النابي ديالكوريات الحمار من يكون هذا الحديد ناقص؟ كي أداء أنه لا يكون الانتاج وهذا ديالكوريات الحمار الحديد من ناقص من التغذية سوق في التغذية ولا ما كنا ناكلوش الحاجات المناسبة اللي فيهو من الشديد لأن الشديد سيطانو ليقو إريمان ما كتسمروش احنا كنا ناخدوه من التغذية الراجل كيحتاج تقريبا 1-4 جرام في النهار ولا يفعل كيحتاجو تقريبا 1-5 جرام في النهار ونخزون ديال الحديد كيكون في الكابل اللي هو عبارة عن فريتين الخزان ديال الحديد هاد الحديد من غير التغذية يقدر يكون مشكلة في الامتساس كيفاش الامتساس؟ كان الشيناس اللي كيكونوا كيداويوا على امراض في الامعاء كيف مالادي دوكور ولا مالادي سيلة ولا كيكونوا كيتناولوا اغذية بطريقة ماشيين زينا سوى كيين قلي بزاف كيين محبيطات كيين الإيكولوران هاد تغيير ديالنمط الغذائي اللي والمؤخرا خلا أن بزاف ديالناس كيكون عندهم مشاكل في هاد الامتساس دو قلنا تغذية وقلنا الامتساس كان حاجة اخرى اللي كتخلي ان هاد نسبة ديال الحديد كتكون قليلة نزيف نزيف داخلي يقدر يكون الواحد يداول على قرحة في المعيدة يكون نزيف داخلي وساكل ولكن كروني يقدرون منشوفوش بالعين مجرده ميباش ينا نرخروش حلوة ميباش نرخروش ولكن هو كي نزيف فان يقدرون عندهم فبغة ليكون احتروا كي يسيل بالدن ولا الامراج السرطان ديالقولون كونسرديكولون احتروا كي يكون نزيف داخليا وك هادو كم من اسبب يخليو ان الحديد يكون ناقص في الدن عليش قلنا بان المرأة قدسها كتر من الراجل المرأة بحكم انها عند هذه العدد الشهرية تفقد واحد نسبة ديال الدم تقدر ما تعودهاش في الأكل ديالها هاد عدد الشهرية اللي برسها إلا كانت كثيرة وإلا كانت كثيفة زلما في عدد ايام ولا نسبة ديال الدم هنا تفقد واحد نسبة ديال الحديد اللي تقدر ما تعودوش المرأة ايضا بحكم انها كتحبل وكتعطي دك التاقة ديالها الجانين وهاديك العملية ديال الولادة براسها كتضيع فيها بزيف ديال الدم هنا كتضيع بزيف ديال الحديد وخاصة اذا كانت كتولد متقاربة وما خلتش الوقت فين تعود ما بين ولدا وولدا لكشي علاش المرأة كتساب كثير من الراجل بهال فقر الدم السبب ثاني ديال فقر الدم هو النقص في الاسيد فوليك والحمد الفوليك وفيتامين بناف وفيتامين بدوز هاد الفيتامينات حتى هما ما دا جلنا ما كتسننا هم كان ناخدهم من تغذية سواء كي فقر في التغذية ولا هوا تاني مشكين في الامتساس السبب الثالث هو ان فقر الدم يقدر يكون مصاحب بزيف ديال الامراض مزمينة من هم فغاية السرطانات من هم مرض الادس وفقد المناع المكتساب من هم فاشل الكلوي وكيلة كتفرز واحد الهرمون اللي هو مهم اللي غي بخير قوتي اللي ضروري في انتاج هاد القرية الحامرة يلي كيكون فاشل الكلوي لمرض في الكيلة باك هاد صناع ديال هاد الهرموك يكون قليل ورود التالي نسبة دي القرية الحامرة كتكون قليلة حتى الامراض ديال ملادي ديكون والأمراض نبقى 100 عمرتاً هذا الفقر يكون عارض من الأعراض للأمر السبب الرابع هو أن الخلايا تصنعون في النخاع العدمي هنا يكون مشكلة في النخاع العدمي لا يبقى إنتاجين هذه الخلايا تسمعها بلازيومي دولاي الحمد لله هذه الحالة ستكون نادرة وقليلة ولكن النخاع لا يبقى إنتاجين إلى حاجة يمكن أن يكون هذا النخاع أيضاً في مشاكل سمي سرطانة الدم للنفور والأمراض أخرى التي تستطيع تصنع خلية من النخاع العدمي هنا تكون فقر الدم كشيء أساسي في الجياغنوسي كما تشغيل هذا الأمر السبب الخامس والآخر هو انحيل الكوريات الحماء سبب هذه الكوريات الحماء يتم تقوم من الوقت لهم السبب الكثير تكون ميكاني مثل الناس الذين يجبون على القلب ويجبون الصمامة القلبية من هذه الكوريات الحماء يجبون تخطو هذه الصمامة ويجبون أمراض المناعة الداتية تكون مضادة في الكوريات الحماء هناك أيضاً تشغوهات في المغروبي تطلع السيمي و الأمراض الأخرى في السبيروسيتو لذلك يجب أن تكون هذه الحماء لا تتعيش في المدة كاملة و تستطيع تكسر بسرعة في التحال أو لا أتمنى أن نفهم ما يفقد الدم و ما هي الأسباب و ما هي الأعراض و كيف نقرأ وتحليلها للنفس و إذا لديكم شي تلساء تقدروا تحطوه في الكومنتر و تابعوا معنا الحلقة اللي فاتت و الحلقة اللي جاية إن شاء الله كانت معكم دكتورة هيل جرماين خاليل من مختبر التحاليل كذا أمانيز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة